موسيقى حياكم الله عزيزي المشاهدين موجز لهم الانباء اهلا وسهلا بكم استهدفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة ليلة الاربعات مركزات لميليشيات ومرتزقة حفتر بمحور صحبة قربة رهونة واكد الناطق باسم المكتب الاعلامي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني ان الضربات كانت دقيقة وقوات الجيش تعاملت مع فلول الميليشيات والحقت بهم خسائر في العتاد والارواح كما تم استهدف دبابة لميليشيات الكاني بطريق الوادي من جهة اخرى اكد ناطق الاعلامي باسم عملية بركان الغضب عبد المالك المدني صباح الخميس ان البتعية الجيش استهدفت مواقع لميليشيات ومرتزقة حفتر في محور المشروع واوضح المدني ان الاستهدفة اسفر عن تدمير اريتين مسلحتين وانسحاب فلول الميليشيات من المحور يشار الى ان سلاح الجو ومدفعية الجيش شنت الاربعاء ضربات على الميليشيات في عدة محاور موقعة خسائر في الارواح والعتاد اكد الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرط الجفراء العميد عبدالهادي دراه صباح الخميس ان قوات الجيش نجحت في تدمير مجموعة من الاليات لميليشيات حفتر بمحور اللوت جنوب ابو جرين دراها وضح ان قوات الجيش تعاملت معها فور رصدها مضيفا ان الاوضاعات تشهد هدوءا نسبيا مع رفع درجة الحذر والترقب لاي مستجد فاد عبدالهادي بانفجار سيارتين مدنيتين نتيجة الالغام التي زرعتها ميليشيات حفتر في الطريق الرابطي بين جنوب ابو جرين والجفراء ما نتج عنه اصابة عدد من المذريين بجروح متفاودة اعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض في وقت متأخر من يوم الاربعاء تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد المركز اوضح في بيان الله ان نتائج المختبر المرجعي لسبعة وتسعين عينة اظهرت ايجابية حالة مخالطة لحالات سابقة في حين كانت نتائج باقي العينات سلبية وبذلك يرتفع مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا في ليبيا الى ستين حالة شفية منها خمس عشرة حالة فيما سجلت حالة وفاة واحدة نهاية المجهز دمتم في امان الله اشتركوا في القناة